اشتركوا في القناة جاء في المادة الاولى من القرار رقم 5 انه تعاد تسمية اللجنة الوطنية لمكافحة الامراض المزمنة غير المعدية والواردة في القرار رقم 18 لسنة 2012 لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الامراض المزمنة غير السارية وجاء في المادة الاولى ايضا من القرار رقم 6 انه يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الامراض المزمنة غير السارية برئاسة وزيرة الصحة وعضوية كل من الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ممثل عن الخدمات الطبية بقوة دفاع البحرين ممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثل عن وزارة التربية والتعليم ممثل عن وزارة شؤون الإعلام ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثل عن مركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب ممثل عن وزارة شؤون الشباب والرياضة ممثل عن جمعية السكر البحرينية ممثل عن جمعية مكافحة التدخين ممثل عن جمعية مكافحة السرطان وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أخرى ممثلة